وصلت إلى مطار القاهرة الدولية رحلتان من الكويت تقلان على متنهما 330 مواطن من العالقين هناك ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بعدد من الدول كما استقبل المطار رحلتين من السعودية تقلان على متنهما 578 مواطنا من العالقين في مدينتي الرياض وجدة حيث تم نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة وفق توصيات وزارة الصحة كإجراء احترازية ترجمة نانسي قنقر